اشتركوا في القناة بعد ان اكد مصدر قضائي لصحيفة العربي الجديد اللندنية ان القضاء عاجز عن اعتقال نور المالك المتهم باعطاء اوامر مغادرة القوات الامنية من المدينة والسبب ان حزب الدعوة حول الملف من امني وانساني الى سياسي يخضع لمساومات الكتر والابتزاز فيما بينها مع ان تقرير لجنة تقص الحقائق النيابية اثبت تورط المالك وخمسة وثلاثين مسؤولا حكوميا اخرين بتسليم الموصل الى داعش من دون قتال وفقا لوكانة رويترز اجتياح داعش المدينة جاء بالتزامن مع حراك شعبي تبلور عبر اعتصامات سلمية في المحافظات المنكوبة ومنها نينوها رفضا لسياسات المالك الطائفية والاقتصادية التي ما زالت تداعيتها تسير بالبلاد نحو الهاوية اما بحر الدماء الذي توعد به المالك المناوئين لسياسته عام الفين وثلاثة عشر فقد ترجم على ارض الموصل التي ما زالت رائحة الجثث تتصاعد من بين ركامها فكان دخول داعش الى الموصل فرصة للقضاء على خصومه فضلا عن تشكيل قوة بديلة عن المؤسسات العسكرية متمثلة بمليشيا الحجد المستوحات من تجربة الباسج الايراني تلك المليشيا التي كان لها الدور الابرز في ارتكاب ما عد جرائم حرب ضد المدنيين وفقا لمنظمة يومان رايس ووش في اثناء الاعمال العسكرية بين اعوام الفين وارمعة عشر والفين وسبعة عشر في نينوى والانبار وصلاح الدين ومناطق حزام بغداد اعوام مرت على نكبة الموصل فما زال مخطط الظروف التي اسهمت بسيطرة تنظيم داعش على المدينة مستمر حتى الان وفقا لنواب عن نينوى فالاعتداءات والتجاوزات على المواطنين وتفشي الفساد المالي وعمال الابتزاز التي تفرضها المكاتب الاقتصادية للميليشيات اضحت اسبابا دفعت بكثير من سكان المدينة الى العزوف عن العودة الى مناطقهم التي نزحوا منها فضلا عن هجرة رؤوس الاموال والكفاءات لتبقى نينوى اسيرة سلاح الميليشيات الولائية التي اوجدت بيئة مناسبة لتنفيذ اجندة التغيير السكاني الموعود اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة